السلام عليكم ورحب الجميع اجمل ترحيب كل باسمه وصفته موضوعنا اليوم هو موضوع ممتع وجميل يهم الرياضيين والناس اللي تمارس الرياضة من اجل الصحة وايضا الاشخاص الذين يريدون خسارة الوزن وحرق الدهون وهو احد اساليب التدريب الحديثة حيث تنوع الطرق واساليب التدريب الحديثة تنوع كبير في العقدان الاخيرة من الزمن نعكد منها على سبيل المثال للحصول طريقة تدريب المدرّقات والتدريب البالستين باستخدام المقاومات الخفيفة مثل المقاومات التي تربط حول معصمين او الساقين او جاكتئة الافقال او باستخدام مقاومة الحبارة المطاطية والتدريب البلغاري باستخدام الحقيبة البلغارية وطريقة التدريب التفاضلي وتدريب المنحدرات سواء بالطلوع أو بالنزول وأسلوب الهيبوكسيك وطريقة التحكم بالتدفق الدم من خلال ربط الأطراف بطريقة خاصة والتدريب في الغرف البيولوجية الحديثة حيث توفر هذه الغرف البيولوجية تجربة فريدة من نوعها وتسمح بإجراء التمارين الرياضية بكثافة عالية وبيئة محكمة الضغط ويتم التحكم بكل الظروف كالضغط الجوي ونسبة الأكسجين المستهلك وضبط دركة الحرارة والبرودة والطوبة وتوفر مختلف البيئات الموجودة على سطح الأنف لتحقيق أقصى استفادة للرياضيين للفوز في المنابسة وأيضا هناك أسلوب تدريب التاباتة أو التدريب الياباني اللي هو موضوعنا الأساسي لهذا اليوم الذي سوف نفصل فيه تدريبات التاباتة ولماذا سميت بهذا الأسم وكيف هي أشكال التدريبات المستخدمة في هذا الأسلوب من التدريب وما هي الأدوات المستخدمة وأين موقع التدريبات التاباتة في البرنامج التدريبين خلال مراحل الإدادات المختلفة وأين موقع تدريبات التاباتة في الوحدة التدريبية اليومية حال في بداية أو منتصف أو نهاية الوحدة التدريبية وكيف يتم تقنين حمد التدريب في هذا الأسلوب كم زمن الأداء زمن الراحة وكم عدد التكرارات وكم عدد المجموعات والشدة المطلوبة وهل ينفع استخدم تدريبات التاباتة للجنسي الدكور والإناث ولجميع المستويات سواء مبتدين ولا متقدمين أم لا سوف نجيب على كل تلك الأزئلة اعمل لايك للفيديو وعلى بركة الله نبدأ تمارين التاباتة هو شكل من أشكال تدريبات الهت أو التدريب المتقطع المتغير الشدة وتعتبر تمارين التاباتة جديدة نوعا ما وسميت هذه التمارين باسم تاباتة نسبة إلى الطبيب الياباني يزومي تاباتة حيث ركز الطبيب الياباني يزومي تاباتة إلى مجموعة تمارين يستطيع أي شخص القيام بها مع تحديد المدة الزمنية المناسبة التي يستطيع الجسم بها تحمل جهد هذه التمارين هو أسلوب جديد في التمارين يقوي ويعزد من طاقة الفرد عن طريق أداة جهد مكثف وعالي الشدة وتعتمد تمارين التاباتة على القيام بتمارين كثيفة وسريعة ومتكررة بزمن قصير وأخذ فواصل زمنية سريعة للراحة بحيث تستنزف أقصى حدود الجهد والطاقة مما يجعلها تمارين صعبة نوعا ما ما هو شكل التمرين؟ هي كل التمرينات البدنية التي تعرفها ويفضل أنها تعطي التمرينات الأول للطرف العلوي التمرين الثاني مثلا للطرف السفلينغ التمرين الثالث للجدع وهكذا تبدأ تنوع بين تمرينات بهذا أن تعطي تمرينات للجسم كامل وفي حالة تقدم اللعب وتطور اللعب في التمرين يمكنك تصعيب التمرين مثلا سكوات بعدين عايزين نصعبه أكثر نعمل سكوات عايزين نصعب التمرين أكثر سكوات جاب مع سحب الرقبتين للصادر أو مع التقوص أنت هتبدأ في التمرين وتستطيع التحكم في شدة التمرين وصعوبة التمرين كلما تقدم مستوى اللعب والجميل في تدريبات التاباتة أنك تستطيع ممارستها في المنزل أو في الأماكن العامة أو في صالة النادي ولا تحتاج إلى أدوات وأجهزة مكلفة وتستطيع أيضا ممارستها بالأجهزة لو بالأدوات إن توفرت كلما تقدم مستوى اللاعب يجب الزيادة في شدة التمرين والمقصود بشدة التمرين هي صعوبة التمرين وبالنسبة لللاعبين المبتديين يمكنك استخدام التمرينات البسيطة الأحادية يعني غير المركبة وكلما تقدم مستوى التدريب لدى اللاعب قم بزيادة صعوبة التمرين عن طريقة الدم بين تمرينين أو أكثر في تمرين واحد ويمكنك استخدام التمرينات المهارية مع البدنية كالراكل واللكم في حالة تطور المستوى أما بالنسبة للمحترفين فإنهم يستخدمون أكثر من أسلوب تدريبي في تمرين واحد كاستخدام أسلوب التدريب الهيبوكسية واستخدام أسلوب تدريب الباليستينج مع تمرينات التابات وهذا ما يسمى بالتدريب المركب والتدريب المركب يعتبر من أفضل أنواع التدريب بأنك تستخدم أكثر من 2 أو 3 أو 4 أساليب في وقت واحد تحصل على نتائج أفضل في الأداء وهذا ما يستخدمه رياضيين المستويات العليا اللاعبين المحترفين وبما أن هي تمرينات عالية الشدة سوف يكون موقعها من البرنامج التدريبي في الإعداد الخاص لاحظ البرنامج التدريبي هذا في الإعداد العام أنت حتبدأ تمهد للتدريبات التاباتة في الإعداد العام بتمرينات بسيطة حيكون موقعها هنا في التحمل حتبدأ الحجوم عالية أو كبيرة في نهاية البرنامج التدريبي حتكون الإعداد العام أو الإعداد الخاص حيكون قليل نشوف الإعداد الخاص لاحظ برضو الحجوم نفس الكلام وهذا الإعداد المهاري في البرنامج التدريبي وهذا الإعداد الخططي لاحظوا الاعداد الخططين. الحكوم قليلة جدا في بداية البرنامج التدريبي. وفي نهاية البرنامج التدريبي. ابتدأت ترتفع الحكوم. اذا موقعها في البرنامج التدريبي في الاعداد الخاص. في الوحدات الظاهرة امامكم. ذات اللون الاخضر. والتي تكون فيها الشدة عالية. ما بين ستة وسبعين الى تسعة وثمانين من الشدة القصوى. وموقعها في الوحدة التدريبية اليومية. في نهاية الوحدة التدريبية. وذلك لانها تمرينات حمل. طيب. تعال نشوف فكرة التمارين التباتة وكيف يتم تقنين الحمل التدريبي فيها. كم زمن الاداء? زمن اداء التمارين التباتة زمن الكلين. اربع دقائق فقط. سواء للمبتدين او للمتقدمين او للاشخاص الذين يمارسون الرياضة من اقل الصحة او التخصيص وحرقة الدهون. عدد التكرارات لا يوجد عدد تكرارات معين. انت تعمل اكبر عدد من التكرارات خلال الزمن الاداء او خلال الزمن المحدد للاداء. مدد المجموعات بيكون ثمان مجموعات طيب. وزمن اداء التمرين زمن اداء التمرين محدد بعشرين ثانية. وزمن الراحة زمن الراحة هي عشر ثواني بين كل مجموعة ومجموعة. يبقى الزمن الكلي كده. نجمع زمن التمرين زي زمن الراحة في عدد المجموعات ونقسمها على ستين. هيطلع الزمن الكلي للتمرين. زمن التمرين قلنا عشرين ثانية زي زمن الراحة لي عشر ثواني. يبقى دي ثلاثين ثانية في ثمان مجموعات بعد كده تقسم الرقم على ستين يطلع لك الناتق اربع دقائق. طيب احنا قلنا عدد التكرارات مفتوح لا يوجد عدد تكرارات معين. انت خلال العشرين ثانية هتعمل لي اكبر عدد من التكرارات. سوف يتم تقنين حملة تدريب او الشدة التدريب باستخدام النبض. بطريقتين. طريقة المعتادة او المتبعة او الطريقة المعروفة والطريقة القديدة اللي هي باستخدام معادلة تاناكا. وسوف نقنن الحمل سواء الطريقة القديمة او الحديثة باستخدام طريقة كرفونين. تعال نشوف. معادلة تقنين. الاحمال التدريبية باستخدام النبض. المعادلة بتقول مئتين وسبعة ناقص حاصل ضرب العمر في النسبة الثابتة اللي يزيره فاصل سبعة. ناقص نبض الراحة في الشدة المطلوبة شدة التمرين زائد نبض الراحة. وتلك هي المعادلة الحديثة باستخدام معادلة تانكة. تعال نشوف المعادلة القديمة او المعتداء او التقليدية او الشائعة. المعادلة بتقول مئتين وعشرين ناقص العمر ناغص نبض الراحة في الشدة المطلوبة زاد نبض الراحة. احنا كنا قد تكلمنا في فيديو سابق بعنوان اسرار وخفايا نبض الراحة والحد الاقصى لضربات القلب. ارجع للفيديو علشان تعرف كيف تطلع نبض الراحة وكيف تطلع النبض الاقصى. انا شارحا هناك بالتفصيل. اترك لك الفيديو في صندوق الوصف في الاسفل في الدسكريبشن. وسيظهر الموضوع ايضا في نهاية الفيديو في شاشات النهاية. نطبق المعادلة على الاكسل بالطريقة الحديثة والطريقة التقليدية والقديمة. هذا برنامج لمدة ثلاث شهور. هذه الشدات حددناها. والان نطبق المعادلة الحديثة ونقول يساوي. وبعدها نشد. تطلع كل الارقام. يطلع كل معدل نبض في كل وحدة تدريبية. الان حددنا الشدة باستخدام النبض القلبي لكل وحدة من وحدات التدريب لمدة ثلاث شهور ستة وثلاثين وحدة تدريبية. بيئة الطريقة الحديثة وباستخدام الطريقة الحديثة. نطبق الان الطريقة القديمة بنفس اجراءات الطريقة الحديثة. وانت كمدرب كل ثلاثة الى اربعة اسابيع حتعمل اختبار للقلب والرئتين للجهاز الدوري التنفسين. وتشوف من خلال الاختبار هل تحسن مستوى اداء اللاعب ام لا. لو تحسن مستوى اداء اللاعب هتقوم بمضاعفة تمرينات التباتة. يعني بدل ما يكون اربع دقائق لا هيكون ثمان دقائق. مع زيادة صعوبة التمرين. وعشان تعرف ان اللاعب تحسن الجهاز الدوري التنفسي عنده او لا. سوف اترك لك رابط في شاشات النهاية وفي صندوق الوصف في الديسكريبشن اسفل الفيديو. يشرح لك بالتفصيل كيف تقيس الكفاءة البدنية لللاعب بثلاث طرق. اسم الفيديو اختبار هارفرد للخطوة. ولو انت شخص تريد ممارسة الرياضة من اجل الصحة وتريد تطبيق تمرينات التباتة يفضل ان ان تبدأ خمسة عشر ثانية جهد وخمسة عشر ثانية عمل بنفس الزمن اربع دقائق ثمان مجموعات حتى تتحسن الكفاءة البدنية تختر لك ثمانية تمارين كل تمرين مدته عشرين ثانية والراحة بين كل تمرين وتمرين عشر ثواني. بس وشكرا في حال تطورت الكفاءة البدنية خم بتكرار التمارين او عفها بدل ما تكون ثمان مجموعات خلال ستعشر مجموعا بدل ما يكون الزمن اربع دقائق خليت زمن دقائق. حسب وقتك مع تغذية صحية سليمة. وبشرط يكون الجهد مرتفع الشدة. اما بالنسبة للاشخاص الذي عندهم زيادة في الوزن او سمنة ويريد حرقة دهون تحت الجلد والحصون على وزن مثالي يجب ان تغير عاداتك اليومي. يجب ان تمتلك اولا الارادة والعزيمة مع برنامج غذائي صحي وتمرينات بالمقاومة. سيبك من الرجيمات اللي تعتمد على نوع معين من الاكل او الرجيمات القاصية كان تمتنع من كربوهايدرات او تمتنع من الدهون او او الاخره. هذا النوع من الرجيمات لا تصلح عن تكون نظام حياة. عن طاق كل العناصر الغذائية. محتاج كل الفيتامينات والمعادن والبروتين ومحتاج الدهون ومحتاج الكربوهايدرات. ولازم يكون تغذيتك صحية. الناس اللي بتستخدم هذه الانواع من الرجيمات خلال اسبوعين فعلا حينقص كم كده كيلو. لكن بعد اسبوعين حيتوقف. لماذا? بسبب الدماغ. لان الدماغ يعمل خطط كل اسبوعين للمواد الغذائية اللي قاعد تهليكها. وبعد كده يقوم بتوزيع صرف طاقة على اجهزة الجسم الحيوية. فاندما يشعر ان هناك نقل سوف يعطي اوامره بخفر معدل الحرق وبالتالي سيتوقف نزول الوزن لديك. واول ما تبطل او تميل من هذا الرجيم هيقوم الدماغ بيعادة الدهون وتخزين طاقة المصروفة ويعادة الدهون مرة اخرى. ويمكن اكثر منك. ولازم تستخدم التمرينات البدنية مع نظام التغذية. تمرينات البدنية مهمة خصوصا تمرينات الشدة العالية. لان تمرينات الشدة العالية هي اللي بتوفر النواقل التي تعمل جنبا الى جب مع دورة كريبس. لو توفرت هذه النواقل سوف يتم حرق الدهون. وهذه النواقل لا تتوفر الا من خلال تمرينات عالية الشدة. ويفضل انها تستخدم تمرينات المقاومات الحديدية. مع نظام قدائي صحي. وحاول تبني عضل. كلما بنيت عضل زاد معدل الحرك. حتى وانت قالس. غير كده لا تتعقب نفسك. الرجيم معناته نظام حياة وليس حرمان. يبقى لازم تغذية صحية ونوم مبكر. مع تمرينات كارديو منخفض الشدة. بالاضافة الى تمرينات المقاومة. وفضلا وليس امرا اعمل لايك للفيديو. لايك لن يخسرك اي شيء. ولكنه سيساعد على نشر الفيديو اكثر. لو حسيت ان في مجهود في هذا الفيديو اعمل اللايك الجميل على الفيديو. ولو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة وعمل لايك وعمل تعليق جميل. التعليقاتكم تسعدنا ولايكاتكم تشجعنا على بدل المزيد من الفيديوهات. وما تنساش تشوف الفيديوهات السابقة وتنتظر الفيديوهات اللاحقة مع خالص مودتي للجميع. دكتور جمال الوصابي.